طيب دعنا نختم هذه الجولة سيد حيدر بصحيفة الصحافة ومنها نقرأ مصر تطلب من السودان فك الحظر عن منتجاتها الزراعية دعت القاهرة الخرطوم إلى رفع كافة القيود عن الصادرات الزراعية المصرية إلى السودان وإعادة النظر في قوائم السلع السلبية وذلك بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في تصريح أمس الجمعة فإن لقاء بين وزيري خارجية السودان ومصر تناول أهمية النظر في رفع جميع القيود السودانية على الصادرات الزراعية المصرية وإعادة النظر في قوائم السلع السلبية بما يسهم في دعم التجارة المشتركة بين البلدين وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية بحسب وسائل إعلام مصرية أمس الجمعة أن اللقاء تناول التعاون الثنائي بين البلدين والتعاون الثلاثي مع إثيوبيا في إطار مفاوضات سد النهضة وضحا أن شكري حارصة خلال اللقاء على تناول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات طيب هل تتوقع الآن أن يتتم الاستجابة لطلب القاهرة بفك الحظر عن المنتجات الزراعية المصرية قادمة للسودان؟ إذا زالت الأسباب التي دعت ليس السودان وحده في حظر عدد من الدول عدد من الدول السودان لم يكن وحده ولم يكن هو السابق هناك روسيا هناك أمريكا هناك اليابان هناك المملكة العربية السعودية كل هذه الدول وغيرها هي حظرة استيراد الأصادرات البستانية من خضر وفاكها المصرية إلى بلدانها وبسبب التلوث الذي وجد في تلك المنتجات الأمريكان كمثال أمريكا في تبريرها لحظر استيراد القضر والفاكهة والمنتجات الزراعية المصرية دفعت بأن بعض رعاياها الأمريكان قد أصيبوا بمرض الوباء الكبدي نتيجة تناولهم للفراول المصرية وبينما الجانب المصري ظل يدفع عن نفسه هذه التهمة ويقول إنما هي مكايدة ومؤامرة وقرار سياسي وليس اقتصادي أنا لا أعرف ما إذا كانت مصر قد طالبت الدول الأخرى التي حظرت منتجاتها الزراعية بذات الطلب الذي طالبته الحكومة السودانية ولكن أعتقد أن إن لم تذل الأسباب التي دعت ليس السودان وحده بل عدد من الدول لحظر المنتجات الزراعية المصرية إن لم تذل هذه الأسباب فليس معنا بهذا الطلب المصري هذه الدول لم تحظر هذه المنتجات الزراعية المصرية عقابا لها كعقوبة وإن كان الجانب المصري يرى ذلك خاصة فيما يخص الجانب السوري عندما أعلن حظره للمنتجات الزراعية المصرية أعتقد أن الحكومة المصرية عليها أن تلتفت إلى هذه الأسباب وأعتقد أنها كانت أسباب حقيقية يعني بزوال الأسباب يمكن أن تعود نعم وأعلن السودان ذلك مرارا يعني أنه بعض الفحص بعض إجراء الفحص والتأكد من سلامة هذه المنتجات الزراعية ليس هناك مانع ليس هناك مانع في وصول هذه الأصادرات الزراعية المصرية إلى داخل البلاد دعنا نذهب إلى منحنا آخر أستاذ حيدا يعني لماذا في الفترة الأخيرة أصابت علاقة البلدين الخرطوم والقاهرة كان بها فتور يعني بعض الفتور نعم لا أتري يعني يعني سببا واضحا لهذا الفتور واللي شكل أبرز ملامحه وعدم تهنئة الرئيس المصري للسودان بمناسبة الرفع الجزء للعقوبات الاقتصادية الأمريكية يبدو لي أن ملف حلايب أيضا يدخل كواحد من الأسباب لهذا الفتور وكما تعلم يعني الإعلام المصري قد لا أقول الحكومة المصرية لكن دعني أقول الإعلام المصري مضى في اتجاه التصعيد يعني الإعلام هو من يلعب الدور الأكبر مضى في اتجاه التصعيد نعم وخاصة يعني في موضوع حلايب ليس في موضوع حلايب بل في جزيرتين صنافير والتين آلتاء إلى السعودية ما زال الإعلام المصري يؤلب الرأي العام المصري لرفض هذا الاتفاق الذي تم فأعتقد أن الموضوع حلايب يعني شكل رأس الروم أيضا يعني يمكن السيد الرئيس الجمهورية في حديثه لصحيفة الشرق الأوسط السعودية تحدث على أن هناك الآن يعني أولا العلاقات بين البلدين مصابة بتوتر الإعلام المصري أو يعني على حسب ما وصف السيد الرئيس برأيك الآن كيف يمكن تجاوز هذا التوتر بين البلدين خصوصا أنه كما ذكرت قبل قليل أن الإعلام يلعب دور كبير جدا هذا هو الإعلام المصري كالعهد به يعني معلوم عن الإعلام المصري دائما أنه يعني يقوم بمثل هذه الأدوار التي يعني تسير التوترات بين الدول وخاصة بين مصري والسودان أعتقد أن المسألة يعني لا بد قد آن الأوان الآن لا بد من حل مسألة حلاي يعني لحات كبير جدا أنا أعتقد أنه ظلت قميرة عكننا هذه المنطقة السودانية الخالصة يعني منذ كنين متطاولة ظلت قميرة عكننا الجانب المطري أحيانا ينشط فيما يؤكد انتلاقه لهذه المنطقة والجانب السوداني أيضا ينشط بين الحين والآخر في إزبات أيلولة هذه المنطقة إليك ولعل آخر الأخبار يعني في أخبار اليوم أن الحركة الإسلامية السودانية في قيادة أمينها العام زبير أحمد الحسن أيضا مرنامجها الشهير الهجرة إلى الله ستقيمه الآن في منطقة حلايب طب يعني سيد حيدر الآن كما تحدث عن الإعلام المصري أيضا نتحدث عن الإعلام السوداني رأيك في قدرة الإعلام السوداني في الرد على حديث الإعلام المصري وهل الإعلام السوداني موفق إلى الآن في الرد على الإعلام المصري أو كيف يمكن الإعلام السوداني أن يرد على هذه الحديث الإعلام المصري متخصص ودو خبرة وبعض طويل جدا في مثل هذه المسائل المثيرة للتوتر والإعلام السوداني يعني ليس بعيدا عن شخصية الإنسان السوداني يعني الإنسان السوداني معروف بالخجل بالتسامة يعني لا يستطيع بطبعه مجارات الإعلام المصري في أساليبه التهويشية وفي أساليبه التحريضية لا أعتقد أن الإعلام السوداني ليس عجزا ولكن لطبيعة الإنسان السوداني نفسه يعني هل من المفترض أن يكون هناك دور مختلف الإعلام السوداني في هذا التوقيت بالذات نعم أن لا يجاري الإعلام المصري بما هو يقوض فيه وإنما يتناول النقاط الخلاف بكل موضوعية وبكل توازن ويقدم دفوعات وحججه ودائما صاحب الحجة ومن يقوم في جانبه الحق والموضوعية دائما لا يتوتر يتوتر الجانب الآخر الذي يعني يحاول أن ينتزع الحق بالصوت العالي يعني فأعتقد أنه ليس من الحكمة مجارات الإعلام المصري في الذي يقوض فيه فأعتقد أنه يقدم حججه أسانيده في نقاط الخلاف والدائرة بين البلدين نسأل الله يعني أن يجعل الخير في كل الوضع بإذن الله تعالى إن شاء الله شغري لي كثير جداً لأستاذ حيدر المكاشفي مستشار التحرير بصحيفة الصحافة كنت ضيفاً عزيزاً علينا اليوم ونتمنى بكل تأكيد أن تكون معنا في أيام مقبلة إن شاء الله إن شاء الله شكراً للمشاهدة